بكم الآن إلى أخبار محلية مرة أخرى حيث توصل فريق بحثي بكلية الزراعة بجماعة القيرة الابتكار مبيد حشري للبعود مصنع من خريط الزيود النباتية وقد تم تصنيف الدراسة من ضد أفضل البحوث لعام 2016 نظرا لأهمية الابتكار في المكافحة الحشرية والحد من انتقال العدوى في محاولة لتحويل الدراسات الأكاديمية إلى منتجات تعود بالنفع على الاقتصاد القومية قام فريق بحثي بكلية الزراعة جماعة القاهرة بإنتاج خليط من الزيوت النباتية للقضاء على البعوض هذه التركيبة تسهم في تعزيز استخدام المنتجات البيولوجية الآمنة في مكافحة الآفات الحشرية وسائل المكافحة البيولوجية التي نستعملها بالذات يعني بتستخدم ضد أفات حشرية كتير جداً همها كان في الأول ما بتدينا كان سوزة النخيل الحمراء وبعدين من خلال الشغل اللي عملناه في المعمل اكتشفنا أن الزيوت بعض النوع الزيوت بتموت البيض واليراقات والعزارة بتاعة النموس اللي بتعيش في المية وبعدين حقيقة طورنا المنتج ده وبتالينا عندنا منتجات بتترش في شكل إيريسول داخل المنازل لقتل النموس اللي بيطيره بين الأمراض للإنسان بالإضافة أن احنا بنموته خارج المنازل من خلال البرك اللي موجود فيها البيض واليراقات والعزارة عشان نمنع دخول الحشرات الكاملة داخل المنازل من أساسه ومن المتعرف عليه أن البعوض يتسبب في نقل العدوى بأمراض عديدة لستفير الزيكا والملاريا وحمد ذنك المكافحة البيولوجية أول ميزة فيها أنها آمنة بيئيا طبعا لا تؤثر على الإنسان أو الحيوان أو حتى التربة ومتسبش أثر متبقي زي المبيدات الكيموية بالإضافة إلى أنها الحشرة من الصعوبة بمكان أنها تكافح هذه الوسائل البيولوجية برضوش تعمل مناعة ضد الوسائل البيولوجية دي بتأخذ فترات طويلة جدا يمكن مئات السنين عشان تكون المناعة ضدها ميزة الزيوت اللي نحن ننتجها أنها عبارة عن كل زيت في حوالي 60 مادة فعالة فعشان الحشرة تعمل إنزيمات في جسمها عشان تكسر المواد الفعالة دي فدي عملية صعبة جدا بالنسبة للحشرة ويمكن شبه استحالة وقد تمت تجربة الابتكار في مصر وإيطاليا وسبت فعالياته في الخضاء على كافة أطوار الناموس ومن المتوقع الاستفادة من الابتكار محليا وتصديره للدول العربية والأوروبية خلال السنوات المقبلة بما يسهم في طرح منتج لمكافحة الحشرات وآمن على المستوى الصحي والبيئي اشتركوا في القناة